أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من صوت لبنان المشهد اليوم للشارع الذي شهد حماوة نوعية توزعت بين رياض الصلح ومحيط البنك المركزي حيث صعد العسكريون المتقاعدون وموظف القطاع العام وموظف أوجيرو وروابط التعليم الرسمي تحركهم بعدما فقدوا الأمل في الوصول إلى حلول تؤمن لهم أبسط مقاومات العيش أما مشهد الترقيع فمستمر في ظل فساد مستحكم في سلطة دفعت بالمؤسسات إلى الانهيار الواحدة والأخرى وبرز في هذا السياق قطاع الاتصالات الذي عاد إلى الواجهة بقوة في ظل الخوف من أن ينقطع لبنان عن العالم الخارجي نتيجة الإضراب والمواجهات المفتوحة بين وزير الاتصالات ونقابة موظفي أوجيرو أما المشهد الفاقع فكان في التستر على الفضيحة الصفقة التي تم التراجع عنها في ملف إنشاء مبنى جديد للمسافرين في المطار وأعلان وزير الأشغال عدم السير بها